معنى آية لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون صورة المؤمنون من الصور المكية باتفاق أهل العلم وترتيبها من حيث النزول السادس والسبعون وقد وردت في هذه الصورة آية كريمة يقول فيها تعالى لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون ويكثر بحث بين المسلمين عن معنى هذه الآية وفقا لتفسيرات العلماء وما يستفاد منها تتحدث هذه الآية على المشركين والكفار من أهل مكة كون هذه الصورة قد نزلت في مكة قبل الهجرة النبوية فيقول تعالى معرضا بالكافرين إن قلوبهم في غمرة من القرآن الكريم على أرجح الأطوال والغمرة هي الغفلة والتعمية والغطاء الذي يكسو القلب فيحول بينه وبين إدراك الحقي فهؤلاء غير أنهم قد سقطوا في الغفلة فهم أيضا لا بد أن يعملوا أعمال أخرى كفرية قد سبق القول عليهم أنهم عاملوا هالا محالا فالكتاب قد كتبهم مع أهل الشقاء والعياذ بالله معنى آية لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون معنى جأر الرجل يجأر جأرا وجؤورا أي رفع صوته تضرعا واستغاثة وقيل هو رفع الصوت في الدعاء والمراد هنا في هذه الآية أي لا تصرخوا ولا تستغيثوا فإنه لا ناصر لكم من دون الله تعالى وقال ابن عاشور رضي الله عنه إن تخصيص الكبراء والمترفين بالعذاب مع أنه عام لجميع الكفر هو أن المترفين هم سبب إضلال العامة لو لا نفوذهم وسلطتهم عليهم لاتبعت العامة طريق الحق فالعامة إذا تبين له الحق اتبعه وذلك لسلامة العامة من أهواء الكبراء والمترفين كالتكبر والخوف من زوال نعيم السيادة وغير ذلك والكبراء والمترفين هم أشد الناس شعورا بالعذاب بسبب حياة الرفاهية التي كانوا يحيونها ولأنهم لم يعتادوا الآلام ونحوها من الأمور التي كان يشعر بها دهماء القوم وسوادهم طبعا مع الفارق الكبير بين العذاب والآلام الدنيوية وبين عذاب الآخرة وآلامه ومع ذلك فالعذاب يشمل الجميع ولكن قد خصص المترفين بالذكر لما سبق تبينه والله أعلم